مشاهدينا الثامنة صباحاً مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف تفضل يا دين شكراً لك جومانا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أعقده الرئيس السيسي لبحث جهود للحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض سيناريوهات إنتاج الهايدروجين ومحاول خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءة بناء القدرات الوطنية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها بعث الرئيس السيسي ببرقيات تهنيع الأصحاب الجلالة والفخام ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وعرب الرئيس السيسي في برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهنيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم صديقة ولجميع شعوب العالم استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطيني في مناطق متفرقة من قطع غزة بالتزامن مع إطلاق القنابل الدوئية على الشريط السحلي الغربية واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون في غارة إسرائيلية على منزل في الحي اليابانية غرب خان يونس ووصلت طائرات الاحتلال ومدفعيات قصفها العنيف على خان يوس مما أدى الاستشهاد وجرح عشرات المواطنين واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الدوئية شمال شرق خان يونس كما شن طائرات الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطاع وقصفت طائرات الاحتلال الحربي مربعا سكنيا في دير البلح مما أدى الاستشهاد ستة مواطنين على الأقل وإصابة العشرات إضافة لوجود العشرات تحت الركام أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك أهدافها ومراحلها وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد الضرورة القصوى لحماية سكان المدنيين مشددا على أهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر وأضاف البيان أن الطرفين نقش أهمية تأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين البقيين قال مسؤولون أوكرانيون أن موجات من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيارة استهدفت منطقة خيرصون بجنوب أوكرانيا ما أصفر عن مقتل شخص إصابة سبعة كما قصفت القوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا ما أدى إلى إصابة خمسة عمال وانقطع طيار كهربائي عن بلدة كورا خوفو رصدت وزارة الدفاع التايواني على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية تماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان وعلنت الوزارة أيضا أنها رصدت منطاضا صينيا في المضيق هو الأحداث ضمن مجموعة من المناطيد في حين تعلن تايوان أنها تراقب التقص على الأرجح وأضافت الوزارة أن المنطاض الذي رصدته بعد عبوره خط منتصف اتجه شرقا ثم اختفى بعد ساعة مشيرة إلى أنها أرسلت قوتها لمراقبة الوضع ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة تايوان وأضاف المركز الألماني أن مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات ختم المجز الثامنة فاصل ونعود لحظتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا واصل